عبد الله تزوَّذ من التقوى فإنك لا تدري إذا جنَّ ليلٌ هل تعيش إلى الفجر فكم من فتىً أمسى وأصبح لاهياً وقد نُسِجَتْ أكفانُه وهو لا يدري وكم من صغارٍ يُرتَجَى طول عمرهم وقد أُدخِلَتْ أرواحُهم ظُلْمَةَ القَبْرِ والنعلم أن العبد مهما حاول أن يسعد فلن يسعد إلا بتقوى الله ومهما حاول أن يُرتاح فلن يُرتاح إلا بتقوى الله ومهما حاول أن يُسرَّ فلن يُسرَّ إلا بتقوى الله حتى لو ضحكت له الأيام وتبسَّم له الأنام فإنما هو زيفٌ وأوهام وسباتٌ وأحلام ستنقشع غمامته وتزول سحابته فكلُّ بساط عيشٍ سوف يُطوى وإن طال الزمان به وطاباً معشر المؤمنين وعندما ننظر في واقعنا ونرى أحوالنا يرتدُّ إلينا ظرفنا وتخفِق أفئذتنا وترتعد فرائصنا فالسماء مظلمة والأرض مُجدبة والآبارُ ناضبة والبركاتُ ذاهبة والخيراتُ ناقصة والحياةُ موحشة لا بركة في مال ولا نفع في عيال ولا تغيُّر في حال الأرحامُ تقطعت والأحقادُ تغلغلت والضغائنُ تولَّدت فقلَّ أن تُجابَ لنا الدعوات وقلَّ أن تُقضَى لنا الحاجات وقلَّ أن تُنفَّسَ عنا الكُربات تكالبَ حولنا الأعداء وتحالفَ الحُلفاء وتآمرَ أهلُ الأهواء ماتت عندنا الهمم وضعفنا عن صعود القمم العزائمُ خاملة والنفوسُ نائمة والقلوبُ غافلة والمعاصي متنوعة حسدٌ وكذبٌ وخداعٌ وغش وحِقدٌ وزورٌ وضغينةٌ وفُحش فيا لله كم من أبوابِ رحماتٍ أُغلِقت وكم من سحائبِ مغفراتٍ تقشعت وكم من أبوابِ أرزاقٍ منعت وكلُّ ذالِكَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِينا وقد عَفَ اللَّهُ عَنْ كَثِيرٌ فَيَا مَنْ يَرَى مَدَّ الْبَعُوضِ جَنَاحَهَا في ظُلْمَةِ اللَّيْلِ الْبَهِيمِ الْأَلْيَلِيَ وَيَرَانِيَاطَ عُرُوقِهَا في نحرِهَا والمُخَّ في تِلْكَ الْعِظَامِ النُحَّلِيَ أُمْنٌ عَلَيْنَا بِتَوْبَةٍ تَمْحُ بِهَا ما كان منا في الزمان الأولي